اليمامة والثعلب ومالك الحزين ذات يوم رأى مالك الحزين اليمامة تبكي على رأس شجرة فسألها ما بالك؟ أجابت كلما أفرخت جاء الثعلب وهددني بافتراسي إن لم أرمي له فراخي فقال لها مالك الحزين إذا جاء مرة أخرى قولي له اصعد إلي إن استطعت وعندما جاء الثعلب ثانية قالت له ذلك فسألها من علمك هذا الكلام؟ أجابت اليمامة مالك الحزين ذهب الثعلب إلى مالك الحزين وسأله ماذا تفعل إذا هبت الريح عليك من جهة اليمين؟ أجاب أضع رأسي تحت جناح الأيسر سأله وأين اعتضعه إذا هبت الريح من جهة اليسار؟ أجابه أضعه تحت جناح الأيمن فقال الثعلب وكيف تفعل إذا هبت من الجهتين؟ أجاب مالك الحزين أضم جناحي حول رأسي هكذا وعندما ضم جناحيه حول رأسه وثب عليه ليفترسه وقال له علم نفسك قبل أن تعلم غيرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر